اشتركوا في القناة مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع قد بلغت 62% حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير قسم التمريض وتم تسليمه مؤخرا إلى الرعاية الصحية الأولية للبدء في تشغيل القسم كما تم الانتهاء أيضا من أعمال الهيكل الخرساني لمبنى التوسع الإضافي الجديد من جانبها أكدت وزيرة الصحة التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع مشيرة إلى استمرار الوزارة في تسخير كافة الإمكانيات لتعزيز القطاع الصحي ورفع جودة خدماته خصوصا من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية الصحية بما يضمن الاستدامة والجودة والكفاءة وبما يدعم تحقيق أهداف مشروع التسير الذاتي لافتة إلى دول مركز البلاد القديم الصحي عند افتتاح توسعته في رفض المنظومة الصحية